النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سنية الرؤاء الطري بطريقة جديدة وتحفة خليكم معي عشان تشوفوا الطريقة للاخر لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا حباب قلبي في قناة جيك البرابر النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سنية الرؤاء الطري بطريقة سهلة جدا وجديدة المأجير اللي معي معي الرؤاء الطري اللي عملناه مع بعض قبل كده حسبلكم الرابط في صندوق الوصف ربع كيلو لحمة مفرومة بصلايا كبيرة متخرطة فلفل رومي متخرب التوابل ملح وفلفل اسود وشطة الاضافة اللي انا حبافها طماطم ضربها في الخلاط عصير طماطم حوالي نص كيلو عصير طماطم ومكس جبناء نبدأ ونسمي على بركة الله بسم الله حطيت طاسع على النار وحطيت فيها معلقتين كبار زيت الزيت يسخن حنزل على طول وبصلايا كبيرة متخربة هشوح البصلة لحد ما لونها يبقى شفاف مش عايزة هي تاخد لوم خلاص البصلة بقى لونها شفاف زي ما انتم شايفين هنزل عليها بربع كيلو لحمة مفرومة هقلب اللحمة المفرومة كويس جدا مع البصل قلبت اللحمة كويس جدا مع البصل هنزل عليها بالتوابل ملح وفلت القسم ودو شطة عشان اللحمة تفرز معيها وما تبقاش مكبتلة بقلب التوابل كويس جدا مع اللحمة هسيب العصاق يستوي حوالي خمس دقايق وبيستوي ولون اللحمة بيتغير على طول بعد خمس دقايق بالزبط اللحمة استوت والعصاق خلاص تمام شايفين اللحمة مخرزة ازاي عشان ضفتلها الملح والفلفل الاسوي في الاول خلص خلاص هطفي على اللحمة قبل ما طفي بدقيقة واحدة هنزل الفلفل الرومي هتجيله تقليبة كده مع العصاق عشان انا مش عايزة الفلفل يتفل عايزاي يبقى فيه كده قرشة خلاص كده تمام هتطفي عليه واسيبه يبرم هتتصل على النار وحطيت فيها معلقتين كبار زيت الزيت يسخن هنزل عليه بمعلقة كبيرة طوم مفروم خلاص الزيت سخن هنزل عليه بمعلقة كبيرة طوم مفروم هقلب الطوم لحد ما ريحته تطلع مش عايزة الطوم ياخد لون عشان ما يمراش ريحته بس تطلع عشان نعم كده ريحت الطوم اتدف تطلع هنزل عليه بنسلسل الطماطم او عصيل الطماطم اللي درفته في الخلاط وحبهر الصالصة ملح وفلفل اسود وطوم بودر ونص معلقة صغيرة زعتر هقلب كويس واسيب الصالصة تتسبب كويس جدا انا عايزها تقيلة خلاص الصالصة الرابط تتسبب هنزل عليها برشة سكر نص معلقة صغيرة سكر هقلب كويس بس عشان توازن الطعم هسيب الصالصة تكمل تسديد خلاص الصالصة تسببكت تمام كده هطف عليها ونجمع مع بعض سنية الرؤية معي الرؤية الطري والعصاد والسلصة اللي سبكناها هنجمع مع بعض الصينية بسم الله اول حاجة هحط صلصة الصينية قبل ما رس للرؤية فرضت شوية صلصة في الصينية هنلفها مع بعض الرؤية هلف الرؤية زي الرول هحشيب العصاد لو عايزين تستبدلوا اللحمة المطرومة بالفراغ برحبكم برفرول كده وبرسته في الصينية كده جنب ببع هعمل واحد تانية زي ما انتو شايفين البلاد فرول وبرسته في الصينية سهل جدا خلاص رصيت صينية الرؤية هاجيب الصلصة هحط كده على وش الرؤية شايفين الجمال معي ميكس جبنات او جبنة متزرلة ولو ما فيش ممكن ندخلها على كده برش الجبنة على الوش خلاص رشية الجبنة على الوش هدخل الصينية في الفرن على الشوية لحد ما تسيح الجبن وتاخد لون اول ما تسيح الجبن وتاخد لون هتطلعها على طول ووريها لكم اهو يا حباب قلبي صينية الرؤية بعد ما طلعت من الفرن بصوا شكلها جميل وتحفز زاد وتفتح النفس هسيب لكم المأجير كلها في صندوق الوصف لو عجبتكم طريقة عمل صينية الرؤية الطريق ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة جيك البرابر اشوفكم في فيديوهات تاني سلام